يوم الخميس الفات شفت وزير الداخلية عبدالأمير الشمري قال بعد ماكو ألقاب بالوزارة الضابط ينقلب رتبته وآني قتلى بهذا الفيديو قتلى عاشت ايدك يوم الخميس البارحة والله العظيم البارحة وصني من الوزارة انه الوزير فورا اشتغل على كلام قلته آني قلت له روح للمراكز ما للشرطة هذا الفيديو شوفوه يوم الخميس اتمنى تفتر على مراكز الشرطة بدون ما حد يدري بدون ما يعدهم علم البس دجداشة وروح لمركز الشرطة اي مركز شرطة بدون حماية انت ما تحتاج حماية انت قضيتها وحدك الطاق يروحك تروح تفتر وانا عرفك من زمان ما محتاج حماية البس دجداشتك البس اعقال البس كمامة وطب المركز الشرطة واخذ منه اخوك رح تشوف بلاوي ولا واعرف انت تفتر سوى وزير الداخلية بعد هذا الفيديو نزل هذا الكلام شوفش قال يجب ان تكون مراكز الشرطة لخدمة ومساعدة الناس وليس العكس وانا مسؤول امام الله وامامكم الا تظلموا عبد الامير الشمري يعني ده يقول هذا قال يا عبد الامير الشمري قال انا مسؤول امام الله اذا واحد انظلموا مركز الشرطة لا مظلومين هواي سيادة الوزير مظلومين هواي عندك ضباط لاعبين جولة عندك ضباط ومشين مسوين من قتلك روح المراكز الشرطة البس كمامة معالي الوزير وروح رح تشوف فضايح رح تشوف بلاوي روح الدوائر الوزارة رح شوف اش دايش سير بيها رح شوف شنو الابتزاز شنو الرشاوي رح شوف الموظفين اسأل موظف كاتب كاتب عادي ينطي صحة صدور عنده لقزز باني بيتين منين من راتبة من راتبة مفوض مفوض باني بيتين مشتري بيتين بفلان مكان وفلان محافظة معالي الوزير مني الله راتبة ما يوصل مليون مفوض من مركز الشرطة مني الله ملازم هستو وشادها مشتري فيلة مني الله شنو شدوا فيلة ونجمة وينكوا شوف اسأل عليهم شوف سياراتهم شوف بيوتهم اسأل سوي كشف على ضباطك شوف اشعدهم من أملك شوف شوف قارن واحد خدمته خمس سنين مشتري فيلة شلون هاي الصورة اللي بعدها اي انا اللي علي والله داد لك ما ادري بيك تعرف وادري بيك تعرفهم واحد واحد بس اقول لك شغلة انا بهاي حكومة السودانية كلها ما تفاعلت بس باسمك صدقني بالله ومو مجاملة وباتر عقبة دايسي غلط وياك بالوزارة رح ادق دنبق بس للأمانة هاي الخطوات صحيحة بس كون تستمر مو رقضة طواريج